السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله هنحضر مع بعضياتنا مائدة افطار او صفرة سابع ايام رمضان الكريم هنحضر وصفات بسيطة جدا وسهلة في التحضير هنستعملوا البقايا ديال الطعام ديال المائدة ديال البارح الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال البارح كيف ما قلت لكم وصفات سهلة وبسيطة وان شاء الله يجبكم الفيديو وتستفدو منو ونبدو بسم الله كيف ما قلت غادي نستعملوا اليوم البقايا من الفطور ديال البارح هننشكلوا بهم وصفات جديدة ان شاء الله فبقين لي هاد شي من البارح بقين لي شوية ديال الكفتة هاد كتجاج اللي كون صوبتو البارح قطبان وما طيبتوش وطبعا الحريرة الرغايف وهادو الخبيزات اللي صغبتو الخبز ديال الصندويتش بالنسبة الوقت دي تقريبا مع السبعة وهناك قدنا عنا المغرب ما تسعود المغاند ديال حيط انا بقى عندي نقصة ساعة فالسبعة كانت ماشي هيستا فغدين نبدأ اول حاجة هاد الخبيزات هادو الخبز ديال الصندويتش غنعملوه في الصينية ونحطهم جانبا حتى نرجعولهم بالنسبة لهاد الكفتة هادي اللي حضرناها في الفيديو ديال البارح شعطوا لي تقريبا واحد ساستا ديال القطيبات هاكدا اول حاجة غنحيدهم من العود وغنفرتهم اما غنستعمل اما استعملوا موسف حالا كدا قطعهم في حالي اما قرضوهم اما طحنوهم اللي بغيتوا مهم غنستعملوا هاد الكفتة هادي غنحطروا بها واحد صندويتشات ان شاء الله اضافة الى الكفتة في هاد صندويتشات هادو غنحتاجوا شوية ديال البسلة غنقطع شرائح رقيقة ماتيشة او الطماطم تهي غنقطع شرائح صغيرة والجبن والسلسة ممكن تستعملوا المايونيز ممكن تخلطوا المايونيز والكيتشاب ايضا جبت هادوك البريوات ديال الجاج اللي كنت ساخبتهم قبل رمضان غنضهنهم بالزبدة وغندخلهم الفراني طيبوا على درجة حرارة 180 تيتحمرهم مزيان وخا انا غنساهم شي غايتحمرهم كتر ملقياس ولكن ماشي مشكيل بالنسبة لهادوك الخبيزات الخبز الصندويت غنحضروا بهم بيزات لدي هنا السلسة ديال الطماطم اللي نضيفت لشوية الملح البودرة ديال التوم البصل الجاف وشوية ديال الزعتر ونخلطهم مزيان مزيان وغا تكون هدي هي السلسة ديال البيزا ديالي ان شاء الله فنوضع واحد الكيمياء ديال السلسة فوق هداك الخبز ديال الصندويتش وغا دي نوزعان حاولو ما نستعملوش سلسة بزاف غير شوية بالنسبة للحشوات او لمعرة ديال هاد البيزا هدي استعملوا اي حاجة طبعا متوفرة عندكم انا غا نعمل طون وغا نعمل الفلفل وغا نعمل زيتون الاسود شوية ديال الفتر والجوبن ديال الموزاريلا طبعا ممكن تحضروا في الدار الى بيتو وسهل التحضير وغا نعمل خبز ديال التورتية انا كان عندي مشري يعني وعندي فتلاجة ممكن تحضروا في الدار الى بيتو وسهل التحضير وغا ناخد الخبز ديال التورتية وغا ندهنوا بشوية ديال السلسة ديال الساموراي ممكن تستعملوا شوية المايونيز او تخلطوا الكيتشوب والمايونيز او تستعملوا اي سلسة كتاج بكم من بعد غا ناخد واحد قطعة ديال الجبن ديال السندويت وغا نقسموه فعل هكدا هاد الجبن هذا طبعا غا يطي واحد اللدة وايضا الرطوبة لهذا الخبزة اعفرن لهذا السندويت هذا وفي نفس الوقت غا ديكون فحل الساق اللي غا ديال الساق هات السندويتش باش ما غا يتحلش فغا نوضع الجبن غا نوضع شوية ديال البصلاء طماطيم هذيك الكفتاء اللي بقعت وايضا شوية ديال السلسة اللي ان هذه الكفتاء منيكات برتكات ولي شوية نشفة وغا نلفوه فحل هات الطريقة هاتي ومن بعد غا نوضع الجبن فحل هكدا كيف ما قلت لكم غا يخدم فحل الساق اللي غا دي بغا يدوب غا يلصق لنا هات السندويتش هدا باش ما يتحلش بالنسبة لهات السندويتش هدا يعني حضرتوا معاكم اكتر من المرة في الماضي في رمضان اللي فاتكندن وقبل من هكدا في واحد الوصفة اسميتها السندويتش هات الصاج بالنسبة البريوات ديال الجاج غا نزينوهم ان شاء الله بشوية ديال اللوز وايضا البريوات عفوا لمشي البريوات الغيفة اللي حضرناهم فاطحان شوية ديال اللوز اللي كنت حضرت معاكم يعني منقي ومقلي فغا نبدو نطيبو في الخبز ديال الصندويتش هات ديالنا ديال الصاج ده بقرب المغرب ما بقالوش بزاف غا نحطهم فعل هات الشكل هدا نحطهم ونبقا ونضغطو عليهم انا دهانت الصينية من بعد ما سخنات مزيان مزيان بشوية ديال الزبدة وغا نبقى نقلبوهم ونضغط عليهم حتى يدوب هاداك الجبن ونسق هاداك الخبز مزيان ما يبقىش يتحل وطبعا حتى يتحمر مزيان مزيان ويطيبنا من جميع الجوانب وصافي غادي نحييدو البريوات ديال الجاج صافي طابو خرجتم من فرانغا نخليهم تقريبا 1-5 ديال دقائق كيف ما كتشوفو صندويتشات ديال الصاجة هما حييتهم هنا غا ندهنهم بالعسل ما يحتاجش انا ندوبو العسل لان البريوات هادو بقي نسخان غا يدوبو العسل فغا ندهنهم بالعسل شي واحدين منهم وغا نرش عليهم هاداك اللوز اللي ام اللي طحنت معاكم هادي فقط فكرة للتزيين ممكن تستعمله وممكن تستعمله عليها لحسب الرغبة هاديك الحلوة وهاديك القرمشة هاديك طعم زوين في حل الطعم ديال البسطيلة لهادوك البريوات بالنسبة اللي بغا الوصحة ديال هاداك البريوات هادو ورا كنت احضرتهم معاكم تقريبا هادي واحد واحد ثمنية ديال الفيديوات يعني وفتح حضيرات رمضان الكريم بالنسبة البريوات اللي بقا وغا نرش عليهم سكر غلاسي وغادي نقدمهم يعني عاديين في حال هاكدا من بعد ما خرجت البريوات من الفران انا دخلت هادوك البريوات للفران باش يدوب هاداك الجبن ويسخنوه بالنسبة الخبز ديال ساندويتش او ساندويتشات اساج غا نقطعهم على هالطريقة هادي غا نكمل بالنسبة الباقي ساندويتشات كاملين بنفس الطريقة وخديت هنا يوحد اللوحة كده ديال الخشب غا نقدم فوق منا الفطور باش ننقص عليها من التباصل وايضا باش نقدمها كده شوية تقديم مختلف فغا نستيف ساندويتشات ديال الساج على هالطريقة هادي على شكل واحد النجمة وغا نحط البيتزا في الجهة الاخرى وهادوك القطبان ديال الدجاج اللي كنت حضرت معاكم البارح غا نقليهم في الزيت بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيديو ديال البارح قبل صدر ديال الدجاج قطعتو هاكده مكعبات او مربعات صغار بالنسبة التتبيل اعمل شوية ديال الملحة حكيت جوشة الفصوص ديال التوم عندي اثنية تقريبا ثلاثة ديال السدورة ديال الدجاج سكنج بيرتري تقريبا واحد المعلقة صغيرة وغا نعمل السلسة ديال المحار السلسة ديال المحار سلسة ديال المحار ركينا في كتبعة في الأسباق في المغرب في المحلة التجارية الكبرى والسلسة ديال هويسنسوس تهي كينا في المحلة التجارية الكبرى سنخلط مزيان مزيان وغا نضيف واحد معلقة كبيرة ديال السوجة تقريبا إلا ما توفرتش عنكم هات السلسة ستعملوا سلسة ديال السوجة فقط هي كتكفي بالغرض ما ننسوش نضيفو شوية ديال الملحة كيف ما قلتلكم وغا نعملو مع كتاف لواد ديال الخشب ممكن تشويهم فوق الفاخر او ممكن تقليهم فعلها كتاف المقلة كيف ما عملت انا بالنسبة الرغيفة اللي بقاوا لي من البرح غا نصخنهم فعلقة ديال المقلة التقيلة حتى يصخنوا وفي نفس الوقت كيف ما قلتلكم غا نقلي هادوك القطبان ديال الجاج غا نقلبهم حتى يتحمروا مزيان مزيان ما بغيت نعملو في هذيك المقلة التقيلة لان هاد السلسة هادو حلوين شوية فغادي تحرق ذاك شو غا يلسقلي بزا في المقلة التقيلة ومن بعد غا نحير معها فهاك تقليتهم في الزيت في المقلاء ديال طيفال البيتات من بعد ما خرجوا من الفران غا نقطعهم غا نحطهم في هذيك الخشبة مع القطبان ديال الجاج من بعد ما طابوا وغا نقطع شوية ديال المطيشة وشوية ديال الخيار فقط للتزيين وطبعا للاكل علش الله بالنسبة العفوان للرغيفات اللي سخنتهم فغا نضيف شوية ديال لسل وايضا غا نضيف واحد شوية ديال هذك اللوز اللي تحنته كيجيو هاكده لدعدين ونقدموهم بشكل جديد وايضا نوحد للرغيفة وحده هاكده ولا جوجه نقدموهم عاديين سامبل ايضا سخنت الحريرة اللي بقتلي من البارح تهي طبعا ما يمكنش تكون طاولة ديال رمضان بلا شربة او لا بلا حريرة وهذه هي الطاولة ديال الفطور ديال السابع ايام رمضان الكريم ديال هاد العام طبعا كيف ما قلت لكم الحريرة البريوات ديال الجاج البيتزات القطبان ديال الجاج وايضا سندويتشات الصاج وطبعا التمر البريوات والسفوف والعاصير طبعا واحد شو واحد الكاس ديال اتاي تشاهدوا فعملته هدا هو الفطور ديالنا ديال اليومة نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون اجبكم استفتوا منه نقولكم شا هي طيبة والله يتقبل الصيام ديالكم والقيام ديالكم وجميع العبادات ديالكم ان شاء الله شا هي طيبة وان شاء الله نتلقوه في الفيديو القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة